المناهج طبعاً هذا دوري في الوزارة بما يشرف على المناهج طبعاً برامج تحقيق الرؤية ترجع إلى الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الرؤية رؤية المملكة 2030 وكان هذا المنطلق حقيقة طبعاً الشريحة هذه تختصر رحلة تطوير المناهج لماذا؟ لأن عندنا برنامج تنمية القدرات وتحت البرنامج هذا فيه مبادرة كبيرة جداً تعنى بالمناهج أهداف المستوى الثالث تعزيز قيم الوسطية والتسامح تعزيز قيم الاتقان والانضباط تعزيز قيم العزيمة المثابرة غرص المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتباء الوطني إلى آخر الأهداف كل فصل نراجع المناهج ونتأكد أن هذه المعايير تعكس داخل المناهج عام 2012 كان بداية وعدت مصوفة مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ويدخل تحتها التسامح طبعاً الدراسات الإسلامية من أهم المناهج عندنا لأنها فيها الآيات والأحاديث تعزز التسامح فيه طبعاً درس كامل أخذنا منها مقطع عن مقولة خادم الحرمي الشيخين يحفظه الله إننا ماضون بحول الله تعالى على النائب بلادنا ومواطنينا عن الفتن والغلاقل والاحتقانات الطائفية ونؤكد رفضنا التام للتصنيف المذهبي والطائفي إدراكاً مننا لمخاطرية على اللحمة الوطنية في بلادنا وهذا أساس حقيقة المسلم يجب أن يتصب بالتسامح مع الآخرين بحيث أن الطالب يكتبها ولعلها تكون جزء من شخصية هذا الطالب